لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار اليوم الثلاثاء السابع عشر من جعبان لعام 1470 و37 للهجرة الموافق الرابع والعشرين من مايو لعام 2016 للميلاد نقدمها لكم من موقعي أنا السلافي تتقدم الدعوة السلافية بالعاملية بالتهنئة إلى عمر محمود أبو شناف الدسوقي الطالب بمدرسة محطة خمسة لنبات النصر لحصوله على المركز الأول بالصف الثالث الإعدادي على مستوى محافظة الإسكندرية متمنية له دوام النجاح والتوفيق شارك الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور في لقاء الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة بوفد من مجلس النواب والذي ضم حوالي 200 نائباً بينهم رؤساء اللجان والهيئة البرلمانية وممثل التيارات المختلفة بالبرلمان بأحد الفنذق بالقاهرة قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء الاثنين برئاسة النائب همام العدلي تأجيل مناقشة اقتراحين برغبة مقدمة من نائبين نور الدكتور أحمد خليل خير الله وأحمد الشريف عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية بشأن مد شبكة الصرف الصحي لقرى النهضة ومريوت والبنجر محافظة الإسكندرية لعدم وجود ممثل الحكومة أكرى نائب محمود هيب عضو مجلس النواب عن حزب النور عن دائرة كفر الدوار وعضو لجنة الزراعة بالمجلس أن اللجنة تسعى لتخصيص 25% من إنتاج الأسمدة لسد العجز في الاحتياج المحلية التقى النائب خالد أبو خطيب عضو مجلس النواب عن حزب النور عن دائرة أبو المطمير وحوش عيسى بأهالي قرية المهدية التابعة لمركز أبو المطمير بمنزل الحاج إنجيم حمودة لمناقشة المشكلات التي تعاني منها القرية واقتراح حلول لها أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تانياه مجددا رفضه للمبادرة الفرنسية الرامية إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة مع الجانب الفلسطيني مقترحا بدلا منها عقد لقاء مباشر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في باريس ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا اليوم الثلاثاء أن قوات سوريا الديمقراطية عناصر من المعارضة المسلحة ذات أغلبية كردية برأت عملية سيطرة على ريف الرقة الشمالي ضد عناصر تنظيم داعش حذر يجيد بولوت المستشار الاقتصادي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين من أن أنقرة قد تعلق تطبيق كافة اتفاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بسبب المعايير المزدوجة التي تعتمدها بروكسل لدى التعامل مع تركيا وكان تطبيق الاتفاق بين بروكسل وأنقرة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا قد واجه عقبات بسبب خلافات نشبت بين الطرفين حول القانون التركي لمكافحة الإرهاب الذي تصر بروكسل على تعديله بشكل يتناسب مع المعايير الأوروبية تتعامد الشمس عند الساعة الثانية عشر وثمانية عشر دقيقة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة يوم الجمعة المقبلة فوق الكعبة المشرفة مباشرة حيث ستكون الشمس لحظتها مرتفعة بمقدار تسعين درجة عن أفق مكة المكرمة وتختفي ظلالها للحظات زمنية بسيطة يستفيد منها العامة في تحديد اتجاه القبلة بدقة متنهية أعرب معظم أعضاء لجنة الصحة بمجلس واب خلال اجتماع اللجنة اليوم عن رفضهم لقرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن ثلاثين جنيها بنسبة عشرين في المئة مطالبين بإلغاء القرار ومحاسبة وزير الصحة بحسب آخر الأنباء قال عيد حواش المتحدث باسم وزارة الزراعة إن نقص المياه والجفاف الذي ضرب عددا من المحافظات في مصر مشهد يدمي القلب لافتا إلى أنه يتوصل مع وزارة الري لبحث مشاكل نقص المياه وأضاف حواش في مداخلة هاتفية مع برنامج العاشرة مساء المذاع على قناة دريم أن الوضع في مصر صعب ومياه السد العالي انخفضت بشكل كبير ولا بد من التدخل الفوري لتدارك الموقف وإيجاد حل لذلك بحسب الفتح أمرت نيابة السلام برئاسة المستشار يوسف النمر وإشراف المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام لنيابات شرق القاهرة بحالة معاون مباحث قسم السلام لمحكمة الجنايات لاتهامه بطلب رشوى من صاحب صيدلية مقابل إطلاق صراحه عقب ضبط مواد مخدرة داخل صيدليته ومساومته استنكر الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية الفتوى التي أطلقها المدعو مصطفى راشد حيث قال فيها بأن الحج إلى سيناء أفضل من الحج إلى مكة وقال الجندي في تصريح خاص للفتحة أن مثل هذا الكلام افتراء صريح وتجرء واضح على الدين الإسلامي الحنيف كما أنه تكذيب لحقائق ثابتة من الدين الإسلامي وأضاف أن هذا المدعو يعمل على هدم عقائد الإسلام ولا يوجد أشد من إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة فإذا أصر على الإنكار جحودا فهو ارتداد ويعامل بحكم ردة لأنه أنكر نصا ثابتا ثبوتا يقينيا وقد يصل إلى حد الكفر أكر الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية أن من يقومون بتصميم وتركيب ونشر وترويج صور مشاهد فيلمية ومسلسلات كوميدية في الأساس مدول عليها عبارات وعظية تتضمن طلب الصلاة على الرسول أو قراءة القرآن أو الالتزام بالصلاة أو ترديل ذكر بعينه على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك شركاء في فعل محرم وآثمين جميعا لأنهم يشاركون في عمل آثم وامتهان للقرآن الكريم أكرى الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات أن أي قرارات تتخذ بشأن برامج التعليم المفتوح لن يتم تطبيقها على الطلاب الدارسين حاليا مشيرا إلى أن القرار الذي اتخذه المجلس هو إيقاف القبول نهائيا ببرامج التعليم المفتوح وعقد ورشة عمل الأسبوع المقبل لبحث آليات البداء حول نظم الدراسة به وأعلن حاتم عن إلغاء التوزيع الإقليمي نهائيا بكافة الكليات واقتصاره على كليات التمريد والتربية فقط وذلك بدءا من تنسيق العام الدراسي المقبل 2016-2017 وأضاف حاتم في تصريحات صحفية أمس الأثنين أنه تم إلغاء كل اختبارات القدرات لكل الكليات والاقتصار على إجراء مقابلة شخصية عقب ترشيح طلاب من مكتب التنسيق ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية القبض على بائعين بحوزتهما كتب تنتهج الفكر التكفيري والجهادي وتحرض على العنف ضد الدولة والمواطنين تمكنت مباحث تموين بالشرقية من ضبط 140 طن لحوم مجمدة منتهية الصلاحية خاصة بإحدى شركات تصنيع اللحوم بمدينة الصالحية الجديدة تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي والله عليم حكيم من سلسلة تفسير سورة الحجرات الشيخ محمد إبراهيم أبو زيد والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير ومن كان معهم من سلسلة شرح السنة للبربهاري وكتاب اللعان من مختصر صحيح مسلم الشيخ سعيد محمود باب ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة من سلسلة كتاب الإيمان من الإبانة الكبرى الشيخ عصام حسنين شرح دعاء الاستخارة من سلسلة كتاب النوافل من الترغيب والترهيب الشيخ إيهاب الشريف سعد بن معاذ رضي الله عنه المحاضرة الثانية من سلسلة صور من حياة الصحابة الشيخ رجب أبو بسيسة تقرؤون اليوم على موقعي أنا السلفي لعلكم تتقون كتبه خالد الرحيم انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته